تتواصل الجهود بولاية قلمة لحماية سكان المناطق الغبية والسيطرة على الحرائق التي نشبت بغابة بن صالح قادمة من ولاية الطارف إذن عملية الإخماد واجهتها صعوبات كبيرة بسبب تضاريس الوعرة والرياح القوية التي تسببت في انتشار الحرائق عبر عدة جبهات على مستوى الغابة التغطية لأمير عيسوكي على غير كل الولايات تم تسجيل عدة حرائق هامة وتم تمكن والسيطرة عليها إلا أننا بالأمس جننا حرائق جيد هامة بينها حرائق تعجبل بني صالح واليوم تصادفا مع بني صالح كان ثمن حرائق التي هي هامة في الولايات وتم العناصر التي تم السيطرة عليها إلا أننا في جبل بني صالح عنا ثلث جبهات سجلنا حرائق كبير على مستوى الغابة بن صالح وبالضبط المحمية الطبيعية اللي جانا من حدود حدودنا مع جيراننا ولاية الطارف نشيد بالمواطنين خاصة المواطنين الساكنة المحلية إلى إضافة البلدية المجاورة لاحظنا هبة تضامنية من قبل الجمعيات ما رافقونا يوم مساء ليلة نهر من ناحية الإمداد حتى بالمرافقة الحمد لله لكن لساهم في تفاقم هذه انتشار الحرق هي اليوم رانا نسجل 52 درجة والرياح راهي شمالية شرقية بسرعة تتراوح 80 كم الساكنة